السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب في درسين جديد من دروس البرمجة في لغة دات في هذا الدرس سوف أستكمل المجموعة الأخيرة الثالثة والأخيرة من الدوال أو الميثود التي يتم تطبيقها على أي أوبجيكت أو كائن يتم إنشاؤه على شكل ماب لنبدأ بالدالة الأولى وهي أبديد ماذا تفعل هذه الدالة؟ يخبرنا موقع دارت أن هذه الدالة لها خرج عند تطبيقها على ماب لها خرج والخرج يكون على شكل قيمة الفاليو الخاصة بكي معين ويمكن استخدام هذه الدالة لتغيير قيمة الفاليو للموافقة لكي معين وذلك باستخدام الشكل التالي إن هذه الدالة تقبل ثلاث بارامتر البرامتر الأول هو الكي والبرامتر الثاني هو الدالة أو الفانيكشن التي نريد تمريرها والتي سوف تقوم بتغيير قيمة الفاليو إجراء أبديد للفاليو والقيمة الثالثة وهي من نوع Named Optional Parameter هي عبارة عن دالة أيضا فالقوسين يدلان على أن هذه الدالة هي من نوع Named Optional Parameter أي يمكن كتابتها ويمكن عدم كتابتها وفي حالة كتابتها يجب أن نذكر الكلمة If Absent ما هي الفائدة من هذا البرامتر الثالث سوف أشرحه في المثال التالي ليكون لدينا هذه الماب فيها حاليا عنصرين أسماء المستخدمين وكلمات المرور الخاصة بها وجميعها من نوع String لإنشاء هذه الماب في الدالة مين نكتب بكل بساطة متغير عشوائي يشير إلى هذه الماب وثم نفتح القوسين الكبيرين الخاصين بالماب وندخل بداخلها العناصر التي يجب أن تحتويها هذه الماب والعناصر من نوع String أي أن قيم الكي من نوع String وقيم الفاليو من نوع String لو حاول طباعة هذه الماب باستخدام الدالة برينت فإنني أحصل على الشكل التالي الآن ماذا لو أرد تعديل أو إجراء update لقيمة الفاليو الخاصة بيوزر 2 من Trouble 1 إلى ABCD لاحظ أن يوزر 2 موجود مسبقا عندها إذن نطبق الدالة update بالشكل التالي ونعتمد فقط على البرامتر الأول والثاني نمرر البرامتر الأول على شكل key قيمة key ونمرر البرامتر الثاني على شكل arrow function هنا ليس من الضروري أن أكتب update وإنما update تعني أنه يوجد أو يجب أن يكون لدي هنا function ما والخرج له يجب أن يكون value فإذن هذا arrow function يقبل قيمة الفاليو القديمة وهي Trouble 1 ويعطيني حاليا القيمة الجديدة أو الفاليو الجديدة وهي ABCD لو حاولت حاليا طباعة يوزر 2 يوزر من جديد أو الماب من جديد فأحصل على الناتج التالي وبذلك نجحت في تعديل قيمة الفاليو للكي يوزر 2 من Trouble 1 إلى ABCD الآن لنفترض أنني أريد إجراء update لقيمة الفاليو لكي غير موجود مسبقا عنده إذن أضطر إلى استخدام هذا الnamed optional parameter كما يلي لنفرض أنني أريد أن أضيف يوزر 3 وأعطيه القيمة ABCD بالنسبة للدالة update لا مانع لديها من ذلك ويمكن كتابة الكود الخاص بذلك كما يلي نمرر الkey ونمرر هنا الarrow function أو الfunction update على شكل arrow function وهنا نستدعي الnamed optional parameter الذي يمثل دالة فإذن if absent هنا عبارة عن named optional parameter هذا الnamed optional parameter استدعيه هنا على شكل arrow function وأطلب منه أن يكون الخرج value وهذه الفاليو الجديدة هي التي سوف يعتمدها البرنامج ويعطيها للكي user 3 لو حاول طباعة الماب users فألاحظ أنه فعلا تم بنجاح إضافة user 3 واستدعاء الدالة if absent لأن user 3 لم يكن موجود وتنفيذ الدالة التي تقع بعده وهي arrow function والخرج الذي نحصل عليه من هذه الدالة سوف يتم إعطائه للvalue المقابلة لkey user 3 فإذن هنا مراجع على السريع فقط إذا كان الكي موجود مسبقا لا يتم استدعاء هذا الجزء if absent وإذا كان الكي غير موجود يتم استدعاء if absent ننتقل إلى الدالة التي بعدها وهي update all يخبرنا موقع dart أن هذه الدالة ليس لها خرج أي ليس لها return وتقبل بداخلها برامتر على شكل دالة داخلية يجب أن يكون الخرج لها value والقيم التي نمررها لها هي قيم الكي وال value هذه هي الماب السابقة التي يمكن إنشاؤها كما يلي هنا لم أصرح بشكل صريح أو دقيق قيم الكي وقيم ال value وتركت لي الكمبيلر أن يستنتج نوع قيم الكي ونوع قيم ال value بشكل تلقائي لكن الأفضل أن أكتب هنا string وحاول طباعة هذه الماب فألاحظ أن الناتج هو كما يلي الآن لنفرض أننا نريد تعديل جميع قيم ال value من triple one إلى ABCD عندها إذن تساعدنا الدالة update بذلك update all أمرر بالداخل هذه الدالة function يمثل update ليس من الضروري أن يكون اسمه update فهنا له شكل arrow function ولكن يجب أن نمرر له قيم الكي وال value كparameters ومن ثم يجب أن يكون الخرج على شكل value V وطلبت منه أن يعطيني قيم ال value كلها ABCD وبالتالي فإن الناتج لو حاولت طباعة print users لحصلت على جميع العناصر جميع العناصر لها قيم ال value ABCD أنتقل إلى الدالة الأخيرة وهي clear إن هذه الدالة أيضا ليس لها خرج تقوم بكل بساطة بتنظيف جميع عناصر الماب وأعطائي map خالية كما يلي لنفرض أنه لدينا هذه الماب لو حاولت طباعة هذه الماب فأحصل على العناصر التالية أطبق هذه الدالة clear عليها ثم أطبع هذه الماب من جديد فأحصل على ماب خالية هذا ما يتعلق بالدوال التي يمكن تطفيقها على أي object يتم إنشاؤه على شكل map